شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم لا يحب الله الجهرى بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما نتحدث بإذن الله تعالى حول هذه الآية المباركة ضمن فصلين الفصل الأول ويحتوي على مبحثين المبحث الأول القاعدة المبحث الثاني الاستثناء من القاعدة الفرد كما يحتاج إلى الآمن السياسي والآمن الاقتصادي يحتاج إلى نوع ثالث من الأمن وهو الأمن الاجتماعي إذا فقد في منطقة الآمن السياسي فلن يهنأ للفرد بال لا يتمكن أن يغمض عينه في الليل وإذا فقد الآمن الاقتصادي في منطقة فلن يستطيع الفرد أن يعيش حياة مطمئنة ولكن القضية لا تنحصر بالأمن السياسي والأمن الاقتصادي الإنسان له بعد ثالث وهذا البعد الثالث أنه بحاجة إلى حفظ كرامته الاجتماعية إذا حدث هناك تعدي على الكرامة الاجتماعية للفرد لا يمكنه أن يعيش حياة طيبة أحد الأساتب نقل لي أنه كان واحد من علمائنا يقال له فخر المحققين ابن العلامة الحل وحقيقة هو من مفاخرنا هذا بعد وفاة والده من قبل بعض المناوئين تعرضت كرامته الاجتماعية للخطر بعض الأفراد اتهموه بالتهم لا واقعية لها حتى ضاقت عليه الأرض بما رحب واحد يعيش في مجتمع يهينه يتهمه كيف يعيش في هذا المجتمع يقول في ليلة من الليالي رأيت والدي يعني العلامة الحل في المنام فشكوت له حالي وما لقيت بعده فصبرني والدي على كل حال اضطر فخر المحققين أن يخرج من تلك المدينة ويهيم على وجهه في الصحراء وفي تلك الصحراء جاء هنالك سبع وأكل ولذلك يقال أن فخر المحققين لا قبر له الإنسان يحتاج إلى كرام اجتماعي ولذلك في هذه الآية المباركة القرآن الكريم ينهى عن كل أنواع الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول هل هنالك فرق أن يكون هذا الجهر تجنيا على الحقيقة أو كشفا للحقيقة الكثير يظنون أنه هناك فرق بين الإثنين ولكن في منطق الدين لا فرق فيما بينهما إذا كان هذا الجهر بالسوء بالسوء القول تجنيا على الحقيقة فهذا يعتبر تهمة والتهمة من أشد أنواع المحرمات وإذا وإذا كان كشفا للحقيقة فهذا يعتبر غيبة والغيبة أيضا من أشد أنواع المحرمات المبحث الثاني الاستثناء هناك استثناء من هذه القاعدة العامة الله تعالى يقول إلا من ظلم إذا وقعت ظلامة على فرد فلا مانع أن يجهر بالسوء من القول هذه ربما تعتبر في واقعها غيبة لأنها كشف لواقع مخفي ولكن القرآن الكريم يقول لا مانع من ذلك أن يجهر المظلوم يجهر يعني يصرخ ينادي بأعلى صوته مو أنه يجلس في الغرفة المغلقة ويبين ظلامته يجهر يعني يصرخ ولعل ملاك الجهر يصدق في كل أنواع الإبداء والإظهار الجهر من القول لعله لعله بعنوان مصداق أي نوع من أنواع الإعلام والتظاهر لا مانع منه بل يمكن أن نقول إن هذا الجهر الجهر محبوب عند الله بعض العلماء فسروا الآية الكريمة بأنه لا مانع من الجهر ولكن يمكن أن نقول إن ظاهر الآية الكريمة محبوبية الجهر بالقول لأنه استثناء من لا يحب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لعل هذا الاستثناء يدل على أنه هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى أن يأتي المظلوم وينادي بأعلى صوته ويشرح ظلامته ويكشف ظلامته إذا شككت في هذه الدلالة على المحبوبية في هذه الآية المباركة فهناك آية أخرى تدل على المحبوبية المظلوم يجهر يفضح الظالم يكشف أستارح وتلك الآية لاحظوها في سورة الشورى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون تذكر الصفات الإيمان التوكل إلى أن يقول القرآن الكريم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون البغي يعني الظلم ينتصر يعني لا يتقبل الظلم يرد الظلم وهذا النوع نوع من أنواع رد الظلم ونوع من أنواع الانتصار والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الدين الذي يأمر بالعافو بالرحمة بالتسامح بالإغضاء بالمغفرة لماذا يقول انتصر أيها المظلوم لماذا يقول اجهر بظلامتك يمكن أن يكون السبب في ذلك أنه هذا يمثل نوعا من مقاومة الظلم الظلم يحتاج إلى مقاومة أنا أذكر لكم مسألة فقهية المال أهم أو النفس أهم لا شك ولا إشكال أن النفس أهم الإنسان يفدي جميع أمواله لنفسه يبيع بيته يتخلى عن كل أملاكه ولكن حرامي لص دخل في بيتكم بالقهر والغلبة إذا توقف دفعه عن مالكم على قتله الفقهاء يفتون بأنه يحق لكم أن تقتلوه وكان دمه ضائع دم هذا الحرام المهاجم ولا ضمان على الدافع ليش خطر هذه العملية عملية الدفاع ربما تكون خطرة الآن مو كلامي في الحدود الفقهية لهذه المسألة حدودها الفقهية تطلب من الكتب الفقهية الآن أتحدث على نحو القضية المهملة عملية الدفاع عملية خطرة الدين ضمن القيود التي ذكرها الفقهاء يقول دافع ليش لأنه هذا اللص إذا إجي إلى بيتكم وما وجد منكم دفاعا ومدافع في اليوم الثاني يروح إلى بيت جاركم في اليوم الثالث ربما في اليوم الأول يكتفي بالمان ولكن في اليوم الثالث ربما يفكر بانتهاك الأعراض هذا اللص الذي لا يجد مقاومة يتجرأ من اليوم الأول قفوا أمام أوقفوه عند حد وإلا إذا منطقة مدينة فيها حرامي واحد هذا يسلب الأمن عن كل تلك المدينة وحد ما يتمكن ينام مرتاح البال في معتبرة غياث بن إبراهيم إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله في معتبرة السكون إن الله ليمقط العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب الله يمقط هذا العبد الضعيف الخواف في صحيحة الحلبي إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله في صحيحة محمد بن مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد هذه الروايات كلها مذكورة في وسائل الشيعة للحر العامل أبواب الدفاع وغيره يجب أن يوقف عند حده هذا الظالم الذي ظلم إذا سكتنا عامل أولا يكرر ظلمه ثانيا يتماد في ظلم اليوم ينهب بكرة يقتل ثالثا يظلم الآخرين ويتجرع على ظلم الآخرين ينقل أنه قيل لفرعون من جعلك فرعون قال الأم وصعد 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 إلى أن قال أنا ربكم الأعلى فهذا الجهر نوع من أنواع مقاومة الظلم ولعله لذلك القرآن الكريم يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما الفصل الثاني ونتحدث فيه بإذن الله تعالى حول ثلاثة مباحث المبحث الأول ظلامات الصديق الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليه المبحث الثاني التبعات المبحث الثالث الإدانح المبحث الأول مما يدخل في هذا الاستثناء المذكور في هذه الآية المباركة الظلامات أو المظالم التي وقعت على الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليه هذه الظلامات وإن اشتركت مع بقية الظلامات في أنها ظلامة ولكنها تمتاز عن كثير من الظلامات الأخرى من جهات أربع الجهة الأولى من وقع عليه الظلم هناك فرق الظلم ظلم ولكن هناك فرق بين أن يظلم مؤمن عادي وبين أن تظلم سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أن تظلم بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله أن تظلم من غضبها غضب رسول الله صلى الله عليه وآله كما في صحيح البخاري من أغضبها فقد أغضبني هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري هذه الجهة الأول من وقع عليه الظلم الجهة الثانية من صدر منه الظلم هناك فرق كبير أن يظلم شخص لا يحمل أكثر من شخصيته الحقيقية رجل عادي لا يملك إلا شخصية حقيقية يظلم أهله يظلم عائلته يظلم أولاده وبين أن يظلم شخص يمتلك شخصية حقوقية الرجل الذي يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الظلم يختلف عن ظلم شخص عادي القرآن الكريم يفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية لاحظوا هذه الآية المباركة الله تعالى يخاطب زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول يا نساء النبي زوجة النبي ليست امرأة عادية تملك شخصية حقوقية هذه زوجة النبي هذا يعطيها مقام لا يمكن أن تقارن بامرأة أخرى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يعني يعني مر زوجة النبي لا تصلي في بيتها صلاة الصباح عمدا ومحد ما يفته هذه معصية ولكن مر زوجة النبي أمام الملأ لا تصلي صلاة الصبح من يأتي من كن بفاحشة مبينة يعني ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفا الناس يقولون إذا زوجة النبي لا تصلي صلاة الصبح فما ضالنا نحن هذا العمل طالحا كان أو صالحا له إشعاء له تأثير اجتماعي يحدث تموجات اجتماعي شخص يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس في المكان الذي جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الظلم الذي يصدر منه يختلف عن الظلم الذي يصدر عن رجل عادي في بيته من وقع عليه الظلم من صدر منه الظلم ما هو حجم الظلم هل كان ظلما عاديا هل كان غصبا للأموال فقط هل كان غصبا لفدك فقط كان كان تكذيبا للصديقة الكبرى صلوات الله عليها تكذيب في الواقع تكذيب للقرآن الكريم لأن القرآن الكريم شهد للصديقة فاطمة بالطهار المطلقة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تكذيب لها تكذيب للقرآن الكريم الهجوم على الدار ليس دارا عاديا الدار التي كان يستأذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا يدخلها يتم الهجوم على هذه الدار تحرق هذه الدار وتعصر الصديقة الكبرى بين الحائط والباب ويسقط منها الجني راجعوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة حتى تجدوا مصادر ما ذكرته من كتب الفريقين السنة ذكروا ذلك والشيعة ذكروا ذلك في عشرات المصادر النقطة الرابعة الجهة الرابعة الامتدادات التاريخية لهذا الظلم هذا الظلم وهذه المظالم كانت هي المفتاح وكانت هي البداية وأسست عليها جميع المظالم التي تعقبتها ولذلك هذه الظلامة التي تحمل هذه الخصوصيات يجب أن تدون ويجب أن تذكر ويجب أن يجهر فيها إلا من ظلم ويجب أن تنشر إذا مظلم عادية الله سبحانه وتعالى يحب أن يجهر فيها بالقول فكيف بهذه المظلمة بهذا الحجم المبحث الثاني التبعات هذه نقطة مهمة وأنا أضطر إلى الإشارة العابرة إلى هذا المبحث كيف نجهر وهناك تبعات هذه هي النقطة التي قد يتوقف عندها البعض الجواب أولاً هذا السؤال يوجه إلى القرآن الكريم القرآن الكريم الذي يقول لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا القرآن الذي يتحدث في سورة البقرة وفي سور أخرى عن مظالم اليهود عن مواقف اليهود عن مظالم المشركين هذا الموقف القرآني لا تترتب عليه تبعات أفضل أن نلغي هذه الآيات لأن يمكن تترتب عليها تبعات لماذا نثير اليهود عندما تقرأ إلى اليهود لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ هاي مو إثارة لليهود فلنلغي من الإضاعات هذه الآية المصاحف الجديدة اللي نطبعها خلنلغي هذه الآية وكل الآيات التي تتعلق باليهود والتي تتعلق بالمشركين ثانياً هذا السؤال يوجه إلى أهل البيت صلوات الله عليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته الشقشقية الموجودة في نهج البلاغ كيف يبدو ظلامته؟ هذا لإبداء ما إلى التبعات أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ويقول في مقطع آخر فصيرها في حوزة خشناء ويقول في مقطع آخر إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل أو خضمة الإبل نبتة الربيع فلنشطب على كل هذه الخطب وكل هذه الروايات وثالثاً إذا يوجد هناك خط ظلال وخط انحراف انتوا ما كشفتوا هذا الخط فكيف تحفظون الحاجز النفسي والروحي للأجيال الصاعدة إذا أكو طفل في المحل طفل شرير إذا ما قلتوا لولدكم هذا الطفل شرير في المحل هذا الطفل فاسد مفسد طفلكم يروحي الصادق ويق وإذا به ينجر إلى خط الفساد والإفساد لازم تحصنون ابنكم تجاه ذلك الطفل الفاسد إذا يوجد هناك خط ضلال وخط انحراف ونحن تكتمنا على الحقائق وأخفينا هذه الحقائق كيف ينشأ هذا الجيل الجديد؟ ينشأ جيل مائع لا يعرف هناك حداً بين الحق والباطل أحد الخطباء توفي رحمه الله كان رايح إلى إحدى البلاد الأجنبية وصعد فوق المنبر بعد أن عاد تحدث حول هذه القضية قال صعدت فوق المنبر وتحدثت حول الحج وقلت في الحديث الشريف من مات ولم يحج يقال له عند موته موت إن شئت يهودياً وإن شئت نصرانياً يقول عندما قرأت هذا الحديث حدثت هناك همهمة ولم أفهم وجه هذه الهمهمة لماذا؟ عندما نزلت من المنبر سألت أنه شنو القضية قال هؤلاء هؤلاء اللي عاشوا في تلك العجواء ما كان هناك من يوضح لهم الحدود بين الحق والباطل أخذ بعضهم يتحدث مع البعض الآخر ويقول أحدهم للآخر هل اليهودية بيها إشكال؟ المسيحية بيها إشكال؟ حتى يقال له عند موته موت إن شئت يهودياً وإن شئت نصرانياً مسلم يعيش في بلاد الغرب لا يفهم الفارق بين الإسلام والمسيحية والإسلام واليهودية هذا التميع الحدود بين الحق والباطل من يتحمل مسؤولية هذه؟ الذين كتموا الحق الذين لم يظهروا الحق كيف تحافظون على الحاجز النفسي والروحي إذا كتمتم الحقائق؟ ولم تظهروا هذه الحقائق هذا الثالثة ورابعاً هذه النقطة أشرنا إليها فيما مضى لا أفسر الأمر دائر بين إدانة شخص وإدانة الدين بكامل فاختاروا أحدهم لأن هذا الفارد ماذا يعمل بإسم أنه فارد؟ ما يقول أنا حاكم يقول أنا خليفة النبي الأعظم أنا أمثل الدين فإما أن تدين الفارد وإما أن تدين المنهج اختاروا أحدهم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لماذا أدانوا هؤلاء الحكام؟ لماذا أدانوا الخلافة الأموية؟ لماذا أدانوا الخلافة العباسية؟ حتى يقول هذا لا يمثل الدين الحجاج لا يمثل الدين إما أن تدين الحجاج وإما أن تدين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الآن هؤلاء الإرهابيون الذين يقومون بهذه الأعمال بإسم الإسلام قطع الرؤوس التمثيل بالأفراد إما أن تتكتموا قلوا لا هؤلاء يمثلون الإسلام أنتوا إذا تكتمتوا عليهم يعني أدنتم الإسلام أدنتم الدين أدنتم القرآن الكريم وإما أن تدين هؤلاء تقولون هؤلاء لا يمثلون الدين ولا يمثلون الإسلام فتبرؤون الدين هذا رابعاً وخامساً وأخيراً هؤلاء هؤلاء يمثلون امتدادات تاريخية إذا أردنا صدام آخر صدام آخر فنحن نعتقد أنه انطلاقاً من هذه العوامل الخمس التي ذكرناها ينبغي علينا أن نجهر وأن نتحدث وأن نوثق طبعاً الشكل قد يختلف من منطقة إلى منطقة الأسلوب الأسلوب قد يختلف من بلد إلى بلد ولكن هذا المنهج العام يجب أن يبقى مهما اختلفت صوره وأشكاله المبحث الثالث والأخير ما هي كيفية الإدانة؟ الإدانة لها شكلان الشكل الأول الإدانة الدينية يعني التقييم حركة الأحداث تقييماً دينياً والحمد لله هذا النوع متداول موجود ولو في حدود النوع الثاني الذي يجب أن نهتم به لعله أقل وجوده المثقفون المفكرون أصحاب الأقلام يجب أن يهتموا به الإدانة الحضارية الإدانة الحضارية يعني أن الحضارة تعتمد على مجموعة من القيام وهذه الحكومات سحقت جميع هذه القيام الحضارة تعتمد على قيمة الحرية هل هذه الحكومات كان فيها ولو بصيص من الحرية أو المنهج كان منهج القاتل والساف والإرهاب وتصفية الخصوم سراً وجهراً واحد يقتل بالسيف جهراً وواحد يرمى بالسهم في الليل سراً ويقال إن الجن هم الذين قتلوه هل حفظت قيمة الحرية في ظل هذه الحكومات قيمة المساوات هذه إحدى القيم الحضارية في ظل هذه الحكومات هل حفظت قيمة المساوات أو كان هناك اختلاف كان هناك العرب والعجم والأجانب المسلمون في ظل هذه الحكومات لم يكونوا أمة واحدة القرآن الكريم يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة مزقوا هذه الأمة الواحدة راجعوا التاريخ قيمة الكفاءة هل فسح المجال للكفاءات قيمة التكافؤ الفرص هل كان هناك تكافؤ للفرص في ظل هذه الحكومات وهكذا وهكذا بقيت القيم التي الآن تدور حولها الحضارة الراهنة ينبغي أن يتم البحث المثقفون المفكرون ينبغي أن يسلط الأضواء على هذه الحكومات من هذه الزوايا وإلا إذا هذه الحكومات ما فضحت فهذا المنهج يستمر إلى أمد غير منظور يعني هؤلاء الذين يتبعون ذلك المنهج لم يأتوا بجديد الذين يرفعون راية الإرهاب في الدنيا الآن لم يأتوا بجديد هؤلاء أتباع ذلك المنهج وهؤلاء أبناء شرعيون لذلك الخط هذا الخط يولد بطبيعته هذه النماذج وهذه العناصر ينبغي أن تسلط الأضواء من الناحية الدينية ومن الناحية الحضارية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى هذه الظلامات لا تتكرر بأشكال أخرى وكان الله سميعا عليما وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر